يقول محللون أن أسعار النفط قفزت مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران حيث يحشى التجار حدوث اضطرابات محتملة في صادرات النفط الإيرانية لافتين إلى أن توجيه ضربة للبنية التحتية النفطية الإيرانية هو السيناريو المحتمل ورجح المحللون أن يؤدي الإنخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث يتوقعون أن يصل سعر خام برند إلى مائة دولار للبرميل وتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 20 دولاراً إذا انخفضت الإمدادات النفطية الإيرانية بسبب الصراع الحالي لافتاً إلى أنه يمكن أن تعود الطاقة الفائدة لتحالف أوبك بلس بعض من فقدان العرض مما قد يحد من ارتفاع الأسعار كما يمكن أن يؤدي أي اضطراب أكبر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير موسيقى اسرعي بيصوف أنا من نجريا في الأنجية الأنجية ويقول المحللون أن المزيد من الانتقام من جانب إيران وحصار مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى مستويات قياسية كما أن هناك تأثير غير مباشر على أسعار البنزين في ضوء اتجاه إسرائيل إلى ضرب حقول النفط الإيرانية بحصد تقرير ما هي قائلة تقرير بالجعل في القرآن ما هي بفعله؟ سوريا بإيجاد أني تعمل إنتقام المباشرة نقوم بشكل إيراني ويبقى الحصول يوم في ناجرية محلقة في الاجتماعي الاجتماعي وجل الاجتماعي في الاحيان الماضي وطور نفس الآخر يكون الاجتماع عند رائع الاجتماعي أنزل المعالي للعدامة ويساعدت القليل المعالي ونحن نتوقع أن المعارضة ستعود إلى النور كل هذه الأسلحة ستتوقف ومعارضة بين إيران وإسرائيل إذا توقفتها ستوقفتها ستوقفتها في تقلق الإنسانية على المعارضة على المعارضة ثم المعارضة ستوقفة في المعارضة مثل تجاريا ومعارضة المعارضة والأسلحة يجب أن توقفتها ستوقفتها ومعجب أن يتوقفها في المعارضة ومعارضة إلى توقف الواضحة لتوقف في المعارضة إذا كانت مجرد بكثير في المعارضة شكرا لكم ما هي تقررية الإنسان؟ أعتقد أن توقف للعارضة في كل حالة الساتف إذا كان المعارض حقام إلى الواضحة ستوقفت الألم وهي أبداً في السبب ويجب أن يكون مرحباً لأنه يجب أن يكون مرحباً ويجب أن يكون الوال البيت العامة ويقوم ببعض الأنفذ مجرد المعامل هو أن نجيريا لا يمتع في البيت العامة عندما يكون هناك أكبر في المنزل 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 ثم يؤثر على المنزل 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 في المنزل